اشتركوا في القناة بيكون جرم إذا بيحمل أسباب تخفيفية ماتر جورج الرئيس أهلا وسهلا فيك صباح الخير إليه صباح النور أهلا وسهلا شكرا لحضورك معنا مثل ما كنت عم بقول للمشاهدين عم نلاحظ ارتفاع ملخوص بمعدل جرائم القتل بلبنان أول شيء شو هو مفهوم القتل بتعريفه الآنونة للأسف إليه مثل ما صابع وقلت أنه كتير هلأ بهالوئي من الأخيرة عم لاحظ كتير ارتفاع معدلات بجرائم القتل كتير يمكن من الأسباب جريمة القتل إذا ما نحكي عنه هي من الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص ضدها حق بأساس من حقوق اللي هن حق بسلمة الجسد الحق بالعيش الكريم نصت عليها المواد 547 وما يليها من القانون العقوبات اللبناني اللي هي من حنبلش فيها أكيد بالقتل القصدي القتل الغير قصدي القتل التسبب أكيد حنحكي عنه بسياء الحلب القتل بتعريفه القانوني هو إزهاق روح إنسان حي لما عم بحكي عن إنسان منذ ما كنا عم ميز بين أصله سنه مركزه الاجتماعي علاقته بالمجنع عليه أي إنسان ارتكب جريمة قتل هو أكيد بيتحيسب على هذا الموضوع ما في عنا تمييز بهذا الموضوع شو يعني كلمة حي إنسان حي نقصد فيها يعني القتل ما حيصير على جتة يعني أنا ما فيه إذا صار جتة أنه أنا بنسمع بالأخبار التنكيل بالجتة طبعا أكيد هلأ فيه إلن عقوبة تشويه الجتة هلأ حنحكي عنه بعد القتل أكيد بس دائما لما نحكي هي إزهاق روح إنسان حي حيل أي ما طب القانوني يعني الشخص بيبلش منذ الولادة هلأ الجنين اللي بيكون ببطن أمه لا يعتبر قتل بالمفهوم القانوني أنا إنما أفورتمان لأجهاض لأجهاض صح مية بالمية فلكن القتل هو إزهاق روح إنسان حي يعني قداش عم نشوف مشاهد القتل صح للأسف للأسف فبدنا نقول عن جد طول بالها العالم شوي وينوه إذا القانون الدولي مادر عن جد على أعين هي اللي بتلاحظ الأوضاع الاقتصادية كبرى المحاكم العالمية ما حدا عم بيحرك ساكن يا زلبي صح صح لك بدأ أنا بدوم صوت لأسفتك بالحنانية سياسة سياسة هي كل القصة ما حنفوت كتير يمكن معرف إيه بس لأعني يعني طالعما بنحكي عن قتل هيدا قتل عن سابق تصور وتصميم هلأ حنميز بيناتنا فكرة أوكي اللي هو بالقتل القصدي هلأ حنحكي عنه هلأ القصد بيحرق عن سابق تصور وتصميم أكيد طبعا أكيد هيدا قتل عن عمد خاصة من نهاية العقوبة والتشديد هلأ حنفصل لكن القتل القصدي هو إذا بدك تنعرفه هو عمل أو امتناع عن عمل بيعتدي فيه شخص على حياة شخص آخر قاصد إزهاء روح هذا الشخص وأكيد إنهاء حياته وبيكون عم بيسعى لهذه النتيجة يعني أنا شلت الفرد وأوصت أوصت شخص معين أنا بإرادتي الكاملة بصورة إرادية أنا لقطت الفرد وأتلت قتل قصدي هلأ أكيد فيه عناصر لازم تكون مجتمعة لإكتمال جريمة القتل القصدي اللي هي أول شيء الاعتداء الاعتداء مثل ما نحن عم نحكي بعمل إذا بدك ممكن يكون مادة أو معنوي الاعتداء المادة يمكن أنه أنا لقطت خنجر وشكيته بالضحية العمل الاعتداء المعنوي هو يمكن بالتعذيب النفسي ما عاد يتحمل الشخص بقى الضغط اللي هو فيه توفى يعني الاعتداء دي ممكن يكون بأي وسيلة هي صالحة لأحداث بطبيعتها لأحداث الوفاة مثل الفرد أو أو أنت استعملت بطريقة أو أنت استعملت بطريقة هي قدت لهذه الوفاة ممكن يكون بفعل واحد ممكن يكون الجريمة القتل تتم بأفعيل متتابعة مثلا أنا حطيت سام كل يوم عم بحط سام لشخص شوية شوية بالأكل لا بالآخر شخنها كيف سمت زوجة بالأتفاق مع عشيئة انتشرت كتير أكيد هيدا القضية للأسف يعني هون القانون شو بيجرم هنوصل أكيد على العقوبات بيخط بعين الاعتبار أكيد أكيد شو هو القصد أكيد طبعا هو هنا في الأصل قتل القصد عنده عناصر بتكون متكاملة نحن نصنفه بالقتل القصد أول شي العنصر هو الاعتداء اللي شرحت عنه تاني شي النتيجة بدي يكون عندك إذاك روحي أنا قتلت هيدا الشخص بعدين بدي يكون عنده رابطة سببية بين الفعل والنتيجة لو للفعل لو لما أنا أوصت ما صارت النتيجة ما مات الزلمة وبدي يكون عنده نية جرمية شو النية الجرمية أنا عارف بعدم مشروعية فعلي وعارف أنه يقع تحت طائلة الجزاء وأقدمت عليه من دون أي واجه حق هوني أنا بكون محق هيدا النية الجرمية يعني أنا البيعس أو الدافع طبعا يعرف أنه منه مشروع بهذا الموضوع هلأ القتل القصدي أي متى بيتحول لقتل عمدي اللي كنا عم نحكي فيها اللي هي بريميدتاسيون يعني أي سبق تصور وتصميم لما يكون الفعل أخذ وقته بارتكاب الجريمة قبل ارتكاب الفعل أخذ كل وقته بعيد عن الانفعل العاطفة بعيدا عن الغضب فكر بالموضوع وأقدم على الفعل طبعا هون القانون بيجرم هذا الموضوع اللي هنحكي عنه أكيد بيصير القتل القصدي بيتحول لقتل عمدي هلأ فيه ظروف رح نحكي عنه من شأنه يمكن ترافق الجريمة ممكن أنه تأثر على وصف هذه الجريمة وأيضا على الحديث العقوبة إذا بدي قصمون يمكن لثلاثة أقصام لنكون هيك للمشاهدين بطريقة بسيطة اللي هي القتل بصورة بسيطة هون اللي أنا كتاب مشرح عنه القتل القصدي أنه بدي أنا اعتداء بدي نتيجة اللي هي كون الشخص توفى أكيد بدي يصيرها سببية بين الفعل والنتيجة لو لا الفعل لما حدثت النتيجة وبدأ النية الجرمية هون بهيدي الكيس منذ ما يريفوا أي عنصر إضافة بيتعاقب الأشغال الشقة المؤقتة من ناحية القانونية أكيد وفقا لقانون العقوبات اللبنانية من 15 ل 20 سنة حسب المادة 547 من قانون العقوبات في حالة تانية اللي هي تشدد العقوبة إذا رفقت جريمة القتل أي فعل من هيدا الأفعال بدي أولى يمكن إذا نحنا ارتكبناه على حدث تحت 15 سنة هون بتتحول الأشغال الشقة المؤبدة ممكن يكون على أقدمت أنا على تمثيل بالجدة بعد القتل يعني شو يعني أنا إم ترح تشوهت الجدة بعد ما أنت قتلت صرت تقطعها أوكي هون بتكون أشغال شقة مؤبدة إذا ارتكبت للحصول على المنفع الناجي عن الجنحة يعني أنا مثلا بدي أسرق تالت لكريميل القتل صار بعد السرقة لكريميل أنا أحصل على المنفع الناجي عن هيدا الجنحة لسبب ساف الأوحى بالقتل كلهم هودة إذا بدك بأسروا على العقوبة طبعا الجريمة أمتم بتكون بالإعدام نعم عفوا قبل ما نوصل للإعدام ونتابع هيدا يعني لصالح الجانة طيب المجنع عليه وأهله هن فقدوا يعني عندهم قتيل بجرم قصد تصور سابق تصور تصميم عمدا أنه فيه جريمة فيه شخص قتل مية بالمية كيف يتعطل الأنون معهم لا ياخدوا حقهم طبعا بهيدا الحالة اللي الدعوة العامة بتتحرك تلقائيا بجرائم القتل وهن أكيد بياخدوا سفة الإدعاء الشخصة بتقديم شكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق أكيد الأول هو بحولها عند أحد قضاء التحقيق خاصة أننا عم نحكي أنه هنا الفعل هو جناية أكيد مش قادمة منفر جزائق أو نيابة عامة استقنافية بتروح بيصير في عنا استجواب عند قاضي التحقيق بيصير فيه أكيد يمكن يكون عند الدرك أول شي يجعي يروح عند قاضي التحقيق بيصير فيه تحقيق بهذا الموضوع ولحديد يطلع على قرار من عنده بعدها بتتحول عند الهيئة الاتهمية بعد الهيئة الاتهمية نروح على محكمة الجنايات لا يطلع حكم أكيد بيطالبوا بالتعويض المادة والمعنى عن الألم إذا بدك التعويض المادة يتكبدوه على شخص اللي يمكن أن ينفقد من عيلتهم وأكيد تعويض مادة وأكيد العقوبة على المجرم لأنه طبعا هذا بحكم صادر عن محكمة الجنايات لأنه بتحط إيده على الدعوة لموجه بقرار اتهامة مشفوعة بإدعاء النيابة العامة طرف ليس ألتك ماتر عن هذا الموضوع لأننا عطفتنا تجاه أي حادث بيصير أداش شفنا حويدس على محطة البنزين واحد شاء الفرد وطخ اللي قدامه لأن مخلي يمرق على الفرن ماري هيك معصب هو صاحبته طال عن النايت كمان طخ أو طخ الشخص اللي عم بيساعده بطرق مختلفة بس تعددت الأسباب صح وفي موت نحن ردة فعلنا بقول هيدا بده إعدام بده شنق ما منفوض بتفاصيل الويدفتون أنتو المحامين صح يعني أنا هيدا اللي عبالي هيك أنه نحن كيف منشف غليلنا حتى لو منا معنيين أوات في جريمة بتهزك أنت وقعد ببيتك بعيد سفر سنة عن المنطقة اللي صارت فيها الجريمة شوف نحن تنوصل للأدام القانون في حالات معينة حكي عنا أنه بتتعاقب الأدام اللي هو أول حالة اللي هي العمد اللي أنا كنت عم بحكي عنها المشترع اللبناني حتى معها الرفا عكس المشترع الفرنسي ولكن هي سبق تصور وتصميم يعني أنت أخذ وقتك لك إداء عندك النية الجرمية أخذ وقتك بالتفكير ما كنت معصة بأنه ترتكبت جريمة عرفت قصدي خاصة إذا كانت شركة أقمد لك شيء أوقات الواحد يمكن بتكون بحالة دفاع مشروع عن النفس هون الفعل لا يتصف بالقتل مثل قضية ننسي عجرام اللي هو كان في دفاع مشروع له شروطه أكيد ما من مرحل نحن نفوت فيهم يمكن إنفاذا لنص أنوني أو أمر صادر عن سلطة أو أي سبب من أسباب التبرير اللي هي بتنزع عن الفعل الصفة الجرمية إذا بدك بيبطل بمتحت مفهوم القتل الآن الإعدام فيه له حالة تانية إذا كان الشخص أقدم على قتل أحد أصوله وفروعه شو يعني الأصول يعني أمك وبيك ست والجد ولاده أتل ولاده هوني أكيد بده إعدام إذا كان ارتكب على موظف أثناء موارسته ووظيفته أو بسبب موارسته الوظيفة أو بمعرض موارسته هذه الوظيفة كمان إعدام إذا ارتكب على شخص بسبب انتماءه الطائفة أو سأرم منه لجناية بسبب لشخص أقدم على القتل بطائفته باستعمال المواد المتفجرة إذا كنا عم نحكي تمهيد لارتكاب جناية أو جنحة أو تسهيل لألة أو تسهيل لفرار المحردين أو المتدخلين على ارتكاب هذه الجرائم هود الأنون كلهم بعقبهم بالإعدام طبعا نعم ماتر جورج الرئيس بعدنا دقيقتين إذا هيك بدنا نطلع بملخص في شي ميسج نقدر نقوله يعني اللي عمدا قصدا ما بعرف شو إلا في حالات استثناء اللي هيك يعني يعني عقلاته براستار وشو كما بيقولوا واليوم ما بعرف لايه سلاح موجود بين كل الناس ومعهم رخصة وإيام تبقى رخصة خالصة مبدتها وحتى وسائل اللي قتل للأسف عم بتكون طعن بالسكين أو قات خنق بسلك حديدة فعم نشوف كتير يعني نوع من الإجرام عم تتشعب شو شو فينا نقول تنهجل النفوذ بدي أقول شغلي كمان أنه التفلط الأمنة للأسف اللي عم بيصير بيه لبنان يمكن ويمكن نقول مش بس بلبنان بس نحن نحكي على صعيدنا كمان قل له تأثير يعني مثل ما أنت قلت في عالم صارت عم تحمل السلاح كيف ما كان وما يكون في رقابة على استعمال السلاح بيكون منه مرخص خي وحامله مثل ما بده بيستعمله عصب بيهدد الشخص فيه بيقتله أو يمكن بيحاول يقتله طب هون نحن لو نبلش بضبط هذه الأشياء قبل ما نحن نوصل للقتل إذا بدك كمستاج عم تقوله يمكن نحن نبلش بهك نرجلش كم شغلة نحن بأوضاعنا الأمن يكونوا أكتر مشددين على هذه المواضيع أكيد إن شاء الله بيكون يمكن لبنان مش حقلك بألف خير لأنه أوقات بتصير جريمة القتل بطريقة يمكن واحد ساعة تخلى يومنا نحن في قضايا عم نستلمها بتكون إذا كان الحق معك بيصير الحق عليك يومنا في عالم صار في هك فيها ويمكن مش قصدهم إنه هن يقتلوا وفيه أكيد حالات محددة بعد أكتر قتل قصدي قتل غير قصدي يمكن ما راح نلحق نفصلهم بس فيه كتير إشياء كمان بتخفف العقوبة يمكن شخص ما أنه قصد يقتل يمكن قصد يأذيك عن طريق الأصد ولكن صار في قتل من وراء هيدا الإزايا قصد قضربك بس مش قصد يقتلك وهون بفوت بمفهوم قتل تسبب بالأنون طبعا بده إن شاء الله مفصل من هكي لما منقول محامة عم يدرس الدعوة لأن بيفوت بكل التفاصيل و بكل المواد ليكون يعني عم بيعطل حقه والشخص اللي معتديني الجزاء ومع يمكن بركة أسباب تخفيفية برجع بقلك نحن كجمهور منرفض لأ بدنا دايما يعني ثقر و دايما نطلق حكم الأعدام بالوقت اللي حتى بلدنا مش عم ينفذ حكم الأعدام للأسف صح مع أنه تطبق ثلاث مرات يعني الأعدام بس أنه هو الأنون بنص على هذه العقوبة بالنهاية نحن الله عاطل حياة و الله بحط حد لإلى يعني حتى عقوبة الانتحار اللي مع الأنون لا يعاقب على الشخص اللي هو بده ينتحر يعني جريمة قتل الذات اللي من أولى بعقب على التحريد وعلى الحمل على الانتحار كمان ما فينا نفوت بتفاصيلهم كتير برجع نحك بلقاء مكبل طبعا عن هذا الموضوع لأن خطر على بال السؤال وكتير عالم صح كمان لأن يعني عم نعكس صورة الواقع ما بدنا كمان تكون سودوية بس هيدا واقع كمان ما فينا نجمله أو نكذب على حالنا في جرائم كتير وزير الداخلية من فترة حكي عن ارتفاع بجسبة الجريمة وقال من الجهة اللي أكتر ضالعين بالارتكاب الجرائم عم نحكي دايما مع العلمان نفس ببرنامجنا عن نسبة الانتحار بالصفوف الشباب نتيجة الضغطات المالية نتيجة الاستزاز أوضاع العائلية أحيانا في حدا ما عنده مصاري يقدر يطبب اللي عنده بالعائلة عم بيروح ينتحر فالله يدي البال يعني نحن هلأ جايين على أجواء ما معرف شو نطرنا صح نجد نصلي مثل ما بيقولوا يعني نظل هيك متفقلين بالخير ونطلب من الله يحلها السلام باللبنان وخاصة بغزة يعني بما أنه على الهو إن شاء الله هيك يا رب تنحل هذه المشاكل يعني وهيك يصبر قلب الأشخاص اللي عم بيتقلم ونتيجة وفاة أشخاص بدنا عجيبة بدنا أكتر من صلاة هي بالصلاة منوصل بس بدنا أكتر من صلاة يعني بدنا نصلي بركي لهالأشخاص الأشرار ربنا هيك يحط هيك بصيص خسيل دماغ مثل ما بيقولوا الأنور بيقلوبهم شكرا لك ماتر جورجا ريز شكرا لك مشاهدين هنروح إلى فاصل من بعد كلود سعد خبير الطاقة والتجميل مع منتجات ناتشر لكلود بيطل عليكم بلقاء مسجل وختمة رح يكون مع كتابة الأيقونات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر